في هونغ كونغ صباح اليوم تم وقف التداول على أسهم كل من أفرغراند جروب وأيضا أفرغراند بروبرتي مانيجمنت الشركة التابعة لها بداية بدون أي توضيح أو إعطاء للأسباب لاحقا قبل حوالي نص ساعي يمكن سمعنا من السوق أنه تم وقف التداول بناء على طلب الشركة للإعلان عن صفقة رئيسية ما نعرفه أيضا عن أفرغراند اليوم هو أن الشركة تواجه استحقاق 260 مليون دولار لأذون دين باعتها شركة ذات صلة تعرف باسم جامبو فورتين انتبرايزز من المحتمل أيضا أن تكون الشركة قد فوتت دفع الكوبون على سندات دولارية خلال فترة الأسبوعين الماضية كل هذه كانت تكاهنت قبل أن يصدر الكلام من السوق لتقول بأنه فعليا هناك أخبار حساسة تم وقف التداول على الأسهم لحين أن تخرج هذه الأخبار فورا بدون تردد فور الإعلان عن هذا الخبر عن وقف التداول هبطت الأسهم في هونغ كونغ وخسر الهانكسنغ حوالي 500 نقطة تقريبا يبقى متراجعا 2.4 نقطة مئوية في منتصف جلسة اليوم معه أيضا العقود الأجلة الأمريكية شهدت تراجعا بشكل سريع أسواق السيد أذكر بأنها مغلقة اليوم هذا الأسبوع حتى يوم الخميس تعود للتداول يوم الجمعة في اليابان أيضا شهدنا الأسهم تتراجع في اليابان فوميو كيشيدا الذي نال قبل قليل أيضا ثقة مجلس النواب ليصبح رئيس الوزراء اليابان اليوم سيجري انتخابات عامة في 31 من أكتوبر كان فيه كلام بالسابق أنه رح تكون الانتخابات العامة ستتم في شهر نوفمبر النفط صباح اليوم ثابت قبل اجتماع أوبيك بلاس طبعا أوبيك بلاس عمليان ستجتمع افتراضيا وسط تصاعد صاروخي في أسعار النفط الخام نتيجة هذا الاجتماع كحد أدنى ممكن أن تكون أنه يلتزموا بزياداتهم المبرمجة البالغة 400 ألف برميل بنوفمبر لكن كما ذكرنا سابقا لابد فيه كلام بالسوق أنه يمكن يخفضوا هذا التخفيض نماذج أوبيك نفسه تظهر بأنه فعليا الطلب العالمي على النفط سيفوق العرض خلال الشهرين المقبلين فكيف سوف تتصرف أوبيك وكيف سيكون أثر ذلك على الأسعار فيه تكهنات عديدة بانكوف أمريكا من بين طبعا البنوك التي أصدرت تقارير حول مستقبل الأسعار في أسواق النفط وضع بانكوف أمريكا هدف 100 دولار للبرميل مع نهاية هذا العام في تعليقه على تصريحات وزير الخارجية الإيراني التي اشترت فيها الإفراج عن 10 مليار دولار من أموال تهران المجمدة لاستئناف محدثات فيينا متحدث باسم الخارجية الأمريكية قال لنا في الشرق قال بأن واشنطن مستعدة للعودة إلى محدثات فيينا واختتمها سريعا قبل انقضاء فرصة العودة للاتفاق عفوا وفي عمان تم تخفيض تصنيف أعصار شهين إلى عاصفة استوائية بعد أن ضربت اليابسة ولاية السويق في عمان تشهد أمطار غزيرة وتم قطع الكهرباء كتدبير احترازي في بعض أجزاء الدولة في سلطنة عمان هذا بحسب ما أعلنت عنه وكالة الأنباء الرسمية